من يرى أحمد جالساً على شط دجلة هنا يتصوره يعيش حياة رغيدة لكنه أحد نازح مخيم حوران الواقع جنوبي سامراء والذي يضم عشرات العوائل من مختلف مناطق جنوبي المحافظة الذين لم يرجعوا إلى مناطقهم لغاية الآن رغم اقتراب موعد حلول العيد وأمل أطفال المخيم بقضائه في مناطق سكناهم صارنا أربع سنين والله حالتنا تعبانة وتعبانين وحارة الدنيا وهي رمضان حارة والله وصايمين قوة وهي جان العيد أطفالنا بالخيم وحارة ووضعيتنا تعبانة وماديا ونفسيا وريد نرجع لديارنا فيما أضافت متاعب وسامل جسدية عباً آخر لأزمة النزوح التي يمر بها هو ومن معه في المخيم الذي تنعدم فيه أبسط مقاومات العيش الكريم في ظل ارتفاع لدرجات حرارة الضقص منظمات ما أتيجي قليل ما أتيجي بقى شهر شهرين أنا مرة حكمي عن سالة هي ما يسألها خمس سالة سبع تاراب ها كنت كل شهرين السوب يعني لا رواتب عندنا عسان معاق لا راتب عند عائلة برقبت وآش لا حاجة قال يعني معاناتك يعني عملية مثلا شي دوة أبدا ما أكو انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية في المخيم نتيجة مياه الشرب الملوثة التي لا تتوفر غيرها عندهم كانت حلقة أخرى مؤلمة لمسلسل معاناتهم التي وصفوها لكاميرا الحرة مطالبين الجهة الحكومية المعنية بالإسراع في تعوضهم لإعادة إعمار دورهم المدمرة جراء الحرب على داعش للعودة إليها في أسرع وقت ممكن والله العيشة صعبة يعني أكو شغل تأكل ما أكو شغل إلى كله الخيام حارة نار كاربا ما أكل المي منظيف أمراض أطفال عندنا أمراض هتسأل تابر الأمعابل بالطفل شون ذنبهات وهذه بيوتنا هنا الناشد الحكومة الناشد المسؤولين رجعونا لديارنا طالب التعويضات بيوتنا راحت تفلشت بساتينا احترقت كتعدد أنواع المعاناة في هذا المخيم تتعدد حالة ساكنه الصعبة والتي تتطلب التفاتة حكومية عاجلة من أجل رفع ثقلها عن كاهلهم من محافظة صلاح الدين سجاد حكمة الحرة